بين عشرات الدنومات المزروعة بالعنب يجتهد المزارع أبو هاني من أجل قطف ما يستطيع من محصوله فالموسم الذي كان في بدايته يبشر بإنتاج جيد تراجع بعض الشيء بفعل العوامل الجوية المتقلبة والتي تركت أثرا سلبيا بدى واضحا للعيان كان في أول الموسم الجو بارد فجأة أجتنا أجواء خمسينية فتأثر العنب فيها بشكل غير مسبوك لدرجة أنه فيه في البداية فيه صار عندنا القطف انتهى بشكل هذا وفيه لضلع الشجر تأثر بشكل هذا موجة الحر التي أثرت في العنب اللابذري تراجعت تداعياتها على أنواع العنب الأخرى بفعل تأخر نضوجها ما ترك مجالا أمام المزارعين الآخرين لتزويد السوق بهذا المحصول في وقت وصلت المساحات المزروعة منها إلى نحو 6500 دنم نتوقع حوالي 7500 طن من إنتاج العنب لهذا العام في ظل كما ذكرت الظروف القاسية والصعبة التي يعانيها أبناء قطع غزة القدرة الشرية تحول دون وصول الأسعار المتجهة إلى نقطة الاتزان المطلوبة التي يحقق فيها المزارع هامش من الفائدة التي يستمر في العطاء ويغطي إنتاج العنب في قطاع غزة ما نسبته 60% من احتياجات القطاع فقط حيث يتم استيراد باقي الكميات من الضفة الغربية في نهاية كل موسم وتبقى أمال المزارعين هنا بتوسيع المساحات المزروعة من العنب وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلا رغم ما يواجه هذه الزراعة من تحديات كارتفاع التكلفة وتراجع القدرة الشرائية لسكان القطاع أحمد شردان غزة الميادين ترجمة نانسي قنقر